مفوضية الانتخابات تعلن عن وصول جميع المطبوعات والعدد الحساسة وغير الحساسة وأوراق الإقتراع وكل متعلقات العملية الانتخابية إلى العاصمة بغداد وبدأت بخطة لتوزيعها على المحافظات وفقا لنسب الناخبين فيها جميع المواد التي تم إنتاجها خلال الفترة السابقة هي إما وصلت أو البعض منها يوشك على الوصول إلى العراق ومن ثم يتم توزيعه بحسب الحصص إلى مكاتب المحافظات الانتخابية يدع في المخازن لحين يوم الاقتراع أو قبلها بفترة بسيطة لغرض التهيئة لتسلم مراكز الاقتراع من وزارة التربية ومن ثم تهيئتها تكون كمحطات ومراكز الاقتراع إكمال توزيع البطاقات البيومترية الجديدة هي آخر محطات جدول العمليات في المفوضية التي تستمر في توزيعها بجميع مراكز التسجيل والفرق الجوالة حتى أيام قليلة قبل يوم الاقتراع قبل يومين وصلت الوجبة الأخيرة من البطاقات البيومترية لمحافظات البصرة والناصرية وميسان والآن جميع المنافذ التي عددها 906 توزيع البطاقات البيومترية بدوام مستمر على مدار الأسبوع ولساعات متأخرة وهناك إقبال جيد من المواطنين لاستلام بطاقاتهم وبينما تستمر المفوضية في رصد وتعقب المخالفين للدعاية الانتخابية ومحاسبتهم وفقا لنظام تنظيم الحملات وجهت القوات الأمنية بحماية المراكز وأماكن الدعاية ومنع التلاعب بها لتأمين الأجواء الإيجابية للانتخابات قبل موعدها المرتقب في الشهر المقبل وبعد أعلان المفوضية عن وصول جميع العدد والمطبوعات الحساسة وغير الحساسة وأوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص إلى مخازن المفوضية في العراق تستمر المفوضية في توزيع ما تبقى من البطاقات البايومترية الجديدة قبيل يوم الاقتراع سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد